اسم الدرس يوم انتهى قبل أوانه فضل الأبناء المكوس مدة تحت الخيمة ثم ارتدوا بعض الملابس الخفيفة حماية لأجسامهم من أشعة الشمس الحارقة وأخذوا لعبهم واستقروا في مكان ظليل خلف الخيمة أما الأبوان فاستسلم لنسائم البحر العليل تهدهدهما وظل بين النوم واليقذة يتأملان في الأفق البعيد هدوء البحر ولونه المتحول بين الزرقة والاخضرار وأخذتهما الأحلام فرأت عائشة نفسها في مسكن على شاطئ البحر تقضي فيه مع عائلتها كامل فصل الصيف بعيدة عن حرارة الشقة الضيقة ولكن حدث ما وضع حدا لمتعة هذه الأحلام فقد تبددت الصور الخيالية اللذيذة بسبب صراخ قوي معبر عن إحساس بالألم الشديد إنه صوت رامي يستغيث ممسكا سبابته اليمنى الدامية فقد انغرست فيها عميقا شوكت سمك صاحت عائشة يا إلهي ماذا نفعل؟ سأحاول إخراجها فتدخل الأب قائلا حذار يا عائشة قد تتكسر ويبقى جزء منها مغروسا في اللحم فيتسبب ذلك في تعفنات تجعل الحالة خطرة الأسلم أن نسرع به إلى المستشفى حملت عائشة الطفل بين ذراعيها وأسرع الأب الأدباش ثم ركبوا السيارة وتوجهوا بسرعة نحو المستشفى تنفست العائلة الصعداء عندما تمكن الطبيب من انتزاع الشوكة كاملة نظر رامي إلى سبابته ثم قبل الطبيب شاكرا فضله لم يعضي الطفل في خطر لكن الحادثة عكرت صفاء ذلك اليوم الذي انتهى قبل أوانه أولا أكتشف وأفهم أولا ألف أقرأ المقطع التالي لم يعضي الطفل في خطر لكن الحادثة عكرت صفاء ذلك اليوم الذي انتهى قبل أوانه باء أجيب عن السؤال الآتي ما هي الحادثة التي عكرت صفاء ذلك اليوم الإجابة تمثلت الحادثة في تعرض الإبن لوخزة مؤلمة بشوكة سماك ثانيا أقرأ النص وأعين الجمل المتعلق به اشترت العائلة مسكنا على شاطئ البحر عاد أفراد العائلة إلى المنزل بعد الوقت المحدد للرجوع عاد أفراد العائلة إلى المنزل قبل الوقت المحدد للرجوع الإجابة عاد أفراد العائلة إلى المنزل قبل الوقت المحدد للرجوع ثالثا ما هو مصدر الصوت الذي وضع حدا لأحلام عائشة الإجابة تمثل مصدر الصوت في صراخ يستغيث إنه رامي رابعا كيف تم إسعاف رامي؟ أين كان ذلك؟ الإجابة تم إسعاف رامي عن طريق أخذه على جناح السرعة إلى المستشفى خامسا ألف أستخرج من النص مفردات تفيد كل واحدة منها معنى عبارة من العبارات الآتية مكان دائم الظل حركه لينام يطلب النجدة الإجابة مكان دائم الظل مكان ظليل حركه لينام هدهده يطلب النجدة يستغيث باء أستخرج من النص مفردة يفيد معناها عكس تجمعت الإجابة عكس كلمة تجمعت تجمعت تبددت ثانيا أعمق فهمي سادسا أوزع الأقوال الآتية على أصحابها ثم أرتبها حسب ورودها في النص يا إلهي ماذا نفعل؟ الأسلم أن نسرع به إلى المستشفى قد تتكسر ويبقى جزء منها مغروسا في اللحم سأحاول إخراجها الإجابة يا إلهي ماذا نفعل؟ عائشة الأسلم أن نسرع به إلى المستشفى الأب قد تتكسر ويبقى جزء منها مغروسا في اللحم الأب سأحاول إخراجها عائشة نقوم بترتيب الأحداث حسب ورودها في النص أولاً أولاً يا إلهي ماذا نفعل؟ ثانياً سأحاول إخراجها ثالثاً قد تتكسر ويبقى جزء منها مغروسا في اللحم رابعاً الأسلم أن نسرع به إلى المستشفى سابعاً أستخرج مما يأتي الأعمال التي قام بها رامي ثم أرتبها حسب ورودها في النص إخراج الشوكة من السبابة اللعب خلف الخيمة تقبيل الطبيب جمع الأدباش محاولة إخراج الشوكة النظر إلى السبابة الاستغاثة ومسك السبابة اليمنى الإجابة الأحداث التي قام بها رامي اللعب خلف الخيمة تقبيل الطبيب النظر إلى السبابة الاستغاثة ومسك السبابة اليمنى الأحداث مرتبة حسب ورودها في النص أولاً اللعب خلف الخيمة ثانياً الاستغاثة ومسك السبابة اليمنى ثالثاً النظر إلى السبابة رابعاً تقبيل الطبيب ثامناً أوزع في جدول الأعمال الآتية بين الأب والأم التأمل في الأفق البعيد محاولة إخراج الشوكة جمع الأدباش حمل الطفل بين الذراعين الاستسلام لنسائم البحر العليلة الإجابة سنقوم بوضع علامة قاطع ومقطوع أمام كل عمل والقائم به الأعمال الشخصية الأب الأم التأمل في الأفق البعيد محاولة إخراج الشوكة جمع الأدباش حمل الطفل بين الذراعين الاستسلام لنسائم البحر العليلة تاسعاً أعيد كتابة الأعمال مرتبة حسب ورودها في النص الإجابة الإجابة الاستسلام لنسائم البحر العليلة التأمل في الأفق البعيد محاولة إخراج الشوكة حمل الطفل بين الذراعين جمع الأدباش عاشراً أرتب الأحداث الآتية ألف حسب ورودها في النص دا حسب تعاقبها الزمني أفراد العائلة يتوجهون نحو المستشفى الأطفال يلعبون في مكان ظليل عائشة تقضي عطلة الصيف في مسكن على شاطئ البحر رامي يستغيث الطبيب ينتزع الشوكة من سبابة رامي الإجابة الأحداث مرتبة حسب ورودها في النص أولاً الأطفال يلعبون في مكان ظليل ثانياً عائشة تقضي عطلة الصيف في مسكن على شاطئ البحر ثالثاً رامي يستغيث رابعاً أفراد العائلة يتوجهون نحو المستشفى خامساً الطبيب ينتزع الشوكة من سبابة رامي الأحداث مرتبة حسب طاعقبها الزمني أولاً عائشة تقضي عطلة الصيف في مسكن على شاطئ البحر ثانياً الأطفال يلعبون في مكان ظليل ثالثاً رامي يستغيث رابعاً أفراد العائلة يتوجهون نحو المستشفى خامساً الطبيب ينتزع الشوكة من سبابة رامي ثالثاً أبدي رأيي قال الأب قد تتكسر الشوكة ويبقى جزء منها مغروساً في اللحم فيتسبب ذلك في تعفنات تجعل الحالة خطرة ما رأيك فيما قاله الأب؟ الإجابة ما قاله الأب صائب ما هي الأضرار التي تسببها التعفنات؟ الإجابة الأضرار التي تسببها التعفنات تقيح مكان الإصابة ارتفاع درجة حرارة الجسم انتفاخ السبابة